موسيقى الإقبال حالياً وخاصةً في هذه السنة وصل لما يزود عن 240 رامي ورامية من بينهم أكثر من مئة من الأبطال العالميين حاصلين على ألقاب في البطولة العالمية في الكؤوس العالمية والقارية وفوق كل ذلك فهناك 24 بطل من الرومات المؤهلين للألعاب الأولمبيادية لتوكيو 2020 لحضرين هنا ويجعل على أن التنافسية كانت تنافسية قوية جداً والنتائج المحصل عليها كانت في مستوى النتائج المحصل عليها في البطولة العالمية وكذلك من ناحية التنظيم أريد أن أشيري لأن التنظيم كان محكم كنشوفه على أن المستوى الأبطال العرب يعني أصبح في المراتب الأولى عن الصعيد العالمي والدليل على ذلك النتائج المحصل عليها من ناحية المدارس العريقة في الرماية كالمصر، الكويت، وقطر، والمغرب المغرب احتل هذه السنة مريغ ابتسام بطلة إفريقيا منذ نوفمبر الماضي أصبحت كذلك بطلة العرب في ناحية من الرماية ديال السكيت نساء من ناحية ديال الترب دوكور فكان البطل يعني الواعد عبد المنعيم ابو عين اللي احتل المرتبة الأولى واخد الميدالية الدهبية إذن فهي نتائج جد مشرفة وانتمنى إن شاء الله أنه مع العمال سنمر إلى الأمام كذلك لنحضر للألعاب الأولى في 2024 كما قلت قبل كل شيء كان جيداً جيداً شكراً كما تشعروني شكراً حسناً 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 كل شيء كان جيداً حسناً حسناً كل شيء كل 3 أو 4 يوم كان جيداً جيداً حسناً 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 لنأتي العام وحسناً سأحاول أفضل 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 تنظيم كان على أعلى مستوى وطبعاً المنافسات كانت منافسات كويسة جداً في أبطال عالم مشاركين كتير جداً من كذا بلد متأهلين للأولمبياد فمنافسات كانت منافسات قوية والتنظيم كان هاية للصراحة كل السنة دائماً بنحب نشارك في البطولة دي نسبة لي من ميدين المفضلة أنا جيت هنا السنة اللي فاتت لها تمركز 3 السنة دي برضو عملت السنة اللي فاتت 122 السنة دي 124 نتاج حلوة ميدين حلوة يتضرب عليها سكرات عالية طبعاً أحب أهني دولة المغرب الشقيقة بنجاح البطولة النجاح العظيم للبطولة ومتمثلة طبعاً في الجامعة المغربية للرمية الرياضية الحقيقة البطولة تنظيم فوق المتوقع بكتير بكتير أنا شغلتي هنا أو مهامي في البطولة إن أنا بمثل الاتحاد الدولي علشان نقدر نقيم البطولة وإن شاء الله تقدر تدخل في التصنيف العالمي للبطولات الدولية بإذن الله من السنة الجاية مستوى رمية عالي جداً فيه رمية أولمبيين كتير مشاركين منهم العرب منهم الأجانب وشوفنا طبعاً النتائج والأرقام نتائج تضاهي نتائج بطولات كسات العالم يعني موسيقى لا تنسى تابنى فلاشين وتأكتب الجرس لكي يوصلك جديد الفيديوهات من هذا البريس موسيقى موسيقى